قوليلي يا دكتور هو ده بقى قصة الوالدة ايه مع الاسمها؟ ماما كانت والدتها بتحب جارتها كويس جارتها اسمها امو علي اه فقالت لامو علي انا حسمي بنتي اللي بحبها باسمك عشان انا بحبك على طول كده امو علي ايه بقى هقولك ماهو دي من 100 سنة القصة دي طيب من 100 سنة امهات كتير بتقع في المنطقة بتاعت انه تسمي البنت باسمه ام كذا واحيانا يقولوا كده تيمنا بانها تنجب يعني في المستقبل فوالدتي وصلت سنة 6 سنين بتتنده في البيت مشو امو علي بتتنده علي علي راحت علي جات فهي فهي بنها علي راحت المدرسة وقفت في الطابور ناده امو علي ايه متعرفش امو علي دي مين وبعدين قالولها في الاخر بعد ما كل البنات مشو ده انت امو علي قالت انا انا اسمي علي رجعت البيت قالت انا مش راح للمدرسة متشكرين بقى اعادتهم شهر يجروا الجري اللي قال عليه السيادة المستشار السيادة المستشار بس كان بقى ابسط ليه لانها طفلة لسه ما خدتش شهادة باسم كذا ورحوا غيروا شهادة الميلاد بس فقط باسم علي فاكتسبت اسمها بالكفاح من اجل الاسم اه انا عايز اقولك هنا بص الصراع من اجل الاسم يعني حاجة مهمة قوي واحد انه ليس على هؤلاء الذين انجبونا ان يتحكموا في مستقبلنا في منطقة شديدة الحساسية مش كده يعني اللي يسموا بنت في السعيد في فيلم اللي تقول اسويرة حزينة يفردون عليها بينما انا كنت بروح لبعض القبائل العربية في شمال في عند يعني السحل الشمالي عند مرسى ما تروح وانا باخد الاسمي لقيت بهيجة وسعيدة ومبسوطة وفرحانة تخيل كل الاسمي فيها حالة من البهجة خلاص فانا عايز اقولك انا اسمي هدى ليه لانه دخلت على امي في لحظة الولادة هدى هانم من الجزء الشيك في العائلة مراد شريف باشا فقالت لها سميها هدى حزك حلوة يا دكتور الحمد لله اقولك ليه الحمد لله لان بعدها بيوم جات اخت هدى اللي اسمها باسيمة هانم طب اسم هدى اشيك وكان هدى شعراوي وهدى كانت كل الاسمي واحمد شاوي عامل مسرحية اسمها الست هدى الست الارستقراطية فبتقول لها ممكن تسميها باسيمة قالت لها سميناها هدى على اسم اختك فعايزة اقولك هدي لحظات يتدخل فيها القدر زي ما قال الدكتور بس الاسماء دي بتالي بتبقى مكتوبة يعني نعم هي بتبقى مكتوبة مكتوبة على الانسان وهو هنا في حاجة كمان عايزة اقول لحظاتك عليها احنا اسامي كتير لنا متاخدة يعني مضافة او جاية من اسم المهنة يعني فلان النجار فلان النازر حسن الحداد فلان الشماع محمد التارزي طب التارزي ده اسم لكنه مهنة طب فلان الطباخ فلان الجوهري اللي هو الجوهري فلان جاويش اللي هو من حاجة في الجيش فلان الزهار فلان الجوهري